بكم مشاهدين كرام أخبار صار للمغرب بخصوص تجاجي بالمغرب قبل من بدأ ومن تنسى الجديد وجامل تشتركوا في القناة بجدائما توصلوا بجديد الأخبار والآن إلى التفاصيل بعدما عرفت ارتفاعا قياسيا خلال فترة ما بعد عيد الأضحى استعدت أسعار لحوم التجاجي الوطنية شيئا من استقرارها بوصول سعر الكيلوغرام الوحد ما بين 17 و18 درهم إذا رشح مهنيون في تربية دواج عوامل هذا الخفاض إلى تراجع الطلب وتراجع الدرجات الحرارة التي أثرت على إنتاجية الدجاج خلال فصل الصيف مجددين على أنه من المحتمل لنستمر هذا الخفاض طوال الأشهر المقبلة واستكت فئة واسعة من المواطنين طوال أشهر موسم الصيف من الاستفاع السيروقي لأسعار لحم البيضاء بشكل هام وأتمنة لحم الدجاج بشكل خاص دعين وزارة الفلاحة إلى التدخل ضبط أسعار هذه المادة الأساسية في المادة المغربية